كلها النهاردة تتكلم عن توقعات العلماء بكرة بشأن ظاهرة علمية نادرة وفيها مفروض بيظهر الأمر الدموي في معظم أنحاء العالم هيتحرك الأمر نحو ظل الأرض في أطول خصوف هيشهدوا القرن الـ 21 ده حسب كلام علماء الفلك وطبعا مشاهدة الخصوف هيكون من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بين الغروب ومنتصف الليل أما دكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أكد النهاردة أن المعهد استعد بكرة برحلة لمرصد القطمية لرصد الخصوف الكلي ومن ناحية تانية دار الإفتة المصرية أكدت أن صلاة كصوف الشمس وصلاة خصوف القمر سنة مؤكدة بيتم خلالها أداء صلاة ركعتين جماعة أو فرادة بيليها خطبة للإمام بيحث خلالها الناس على التوبة